ينضم لينا خبرنا التحكيم المتميز دائماً كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم تحكيم مباراة اليوم منوارنا كابتن ناصر تحياتي لي كابتن عملي من تحياتي لكل مشاهدة قناة نادي لعلي في كل مكان تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف وكابتن أسامة وكابتن هان رمزي وكابتن أحمد بلال مبروك للنادي لعلي من دسقتين السؤال ده في الأول وإحنا بداية الحلقة بتقول أنت مدفاق قلت لك مدفاق إن شاء الله النادي لعلي يفوز وفعلاً نهاردة النادي لعلي يفوز وبأكيد يا الحمد لله إن شاء الله عباس المبراجي كابتن شريف ويحقق العلامة الكاملة ويبقى أول المجموعة يا رب كابتن أيمان أول مرة نشوف طاقم تحكيم متنوع الحكم جابوني الحكم مساعد الأول من الكاميرون الحكم مساعد الثاني من الجابون والحكم رابع من الجابون يعني مش كلهم من الجابون بس كوبالك دول بينهم ومن بعد 200 كيلو يعني الجابون والكاميرون دولة إنفو بعض بالزبط كده لا هم كمان كابتن شريف في حاجة هوا لما بيجي التحاد الفريق أحياناً بيختار أطكم تحكمية متنوعة يعني ممكن يكون مساعد من دولة ممكن يكون حاكم من دولة تانية على حسب الحكام وكفائتهم بس لحظة واحدة كابتن مش لازم يكونوا اشتغلوا مع بعض أبل كده وبينهم لانسجامه هو ده هو ده هو ده هو اللي يشتغل على الاتحاد الفريق كابتن هو حتى كمان في بتود أمة أفريقية كان هتلاقي كل تاكم تحكم كل مرة هم بيلعبوا مع بعض بالزبط كده أنا نهارده كابتن شريف فيه زاهرة جميلة جداً هم الحكام المساعدين وأنا شايف نهارده هم أفضل الحكام تاكم المساعد الأول اللي هو الكاميرون والمساعد التاني أفضل من الحكم تحكم تبعاً بكتير جداً تعرضوا لاختبارات كتيرة كده لكاتل أسامة يعني أكتر من حالات تسلل كل حالات تسلل اللي تعرضوا لها أجاده نتيجة التركيز والتمركز الصحيح دي لعلى كده النهارده نتكلم على الهدف الأول كابتن أيمال لها ده كنت عرضه يمكن من أول لحظة الكل اعتقد أن مودست في تسالل تمام ودي بوريك دقة الحكم المساعد وجرأته وشجاعته عندما يكون لك تمركز صحيح وتركيز صحيح على الرغم من النهارده كابتن المباراة بدون تقنية الفور خلي بالك وده اختبار صعب جداً للحكم المساعد الأول هنشوف الأول ثلاث لقطات جايبهم ليه الحالة حالة أقول لكابتن اللي هي اللي هنا مشوف هنا هنا منشوف كابتن هنا حالة من حالات مش سهلة مش سهلة لأ حالة صعبة فيه زحمة كتير قوي قوي نشوف اللاعب اللي هو رقم 19 اللي هو خالف تقريباً بيرستاو هم غطي تسلل كابتن شريف موديست هنا موقفه سليم تماماً 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 هي دي اللقطة لحظة لمس الكرة وموقف تسلل في الهدف حسين الشحاق بس اللقطة تعتبر صعبة جداً جداً وهنا الجراءة جات من الحكم مشاعد كابتن مافيش تقنية فار صحيح دي مهمة صحيح كان منش سهلة قوي ياخد القرار السحق وارفع وهنا مافيش تقنية فار وبالتالي كان لغى هدف صحيح هنا بقى أنا بحيل حكم مساعد الكاميروني على هذه اللقطة يمكن دي أبرز لقطات المباراة في الهدف حسين الشحاق اللي هو هدف صحيح كابتن أيمان